منذ ثلاثة أشهر يحاول أهالي عشرات الأطفال في روضتين بمدينة رهط حل مشكلة الأمان فيهما من خلال التوجه المستمر إلى وزارة التربية والتعليم للضغط على البلدية ولكن محاولاتهم باءت بالفشل نحن موجودين في روضة البتراء والزمرد توجهنا للبلدية بشكل رسمي مكتوب ورسمي ولا وزارة المعارف بخصوص هذول الروضتين اللي بتعلم فيهن أربع وخمسين طفل بين عمارهم بين ثلاثة سنين لأربع سنين اللي احنا الروضات هذول بشكل خطر على الولادنا اللي عمارهم ثلاثة سنين وأربع سنين لعند هذا اليوم ما فيه أي توجه من البلدية ما تشتين خاربة وما في لعبك وانترجع تتعلم قديش وقت انت لك ما بتتعلم يا إبراهيم ثلاثة ثلاثة شهر وانترجع تتعلم مع أصحابك أهالي الأطفال في حي الفردوس الذين أعلنوا عن إضراب مفتوح مع بداية الفصل الدراسي الثاني حذروا المسؤولين من وضع الروضتين والنقص الشديد في ساحة الألعاب التي لا تكفي لسد فراغ الأولاد إلى جانب النفايات التي تشكل مضرة صحية على أولادهم نحكي عن وضع الروضة اليوم مزري للأسف الشديد نتمنى أن يصير في تغيير على مستوى طلاب كباقي روضات وطلاب رهط وأنا أفكر أن هذا حق من حقوقهم أنهم يكونوا كباقي طلاب رهط قمنا بزيارة إلى رياضة الأطفال في حرة 29 صحيح مطلب الأهالي مطلب شارعي هناك خلل في رياضة الأطفال اليوم توجهت أنا ومسؤول ملامح المدينة إلى المنطقة وبدأنا ننظف في المنطقة الموجودة الغاد وإن شاء الله خلال هاليومين يكون في سياج بنحط سياج الأطفال في معظم أنحاء البلاد عادوا إلى مقاعد الدراسة مع نهاية إغلاق الكورونا الثالث ولكن أهالي أطفال البتراء والزمرد ينتظرون أن يقوم المسؤولون بخطوات عملية وجدية لعودة أولادهم إلى مقاعد الدراسة ومنها إلى بيوتهم بصحة وسلام